السلام عليكم اخوتي وحباي معكم احمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب اليوم عندنا درس الجمل المهمة في المطار نتابع معكم في سلسلة الكلمات والجمل المهمة نتمنى منكم قبل ان نبدأ في الدرس الاشتراك في القناة الاعجاب في الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم الفيديوهات الجديدة نبدأ الان في الدرس متى تصل الطيارة الى هنا عجابة برايا نايزمان ورر وشاك معناه طايرة برايا الى هنا نايزمان متى ورر بمعنى تصل ورر او وريور تصل ورر بانثمان الواسع تأتي طبعا ور الاسم بمعنى موجود لكن هنا اتت بمعنى فعل بمعنى الوصول ورمك الوصول ورر بمعنى يصل او وريور عشق براية نزمان وريور عشق براية نزمان وريور عشق براية نزمان وريور متى تصل الطيارة إلى هنا كم مدت الانتظار بكلمة سورة سنة قدر بكلمة سورة سنة قدر طبعا عندنا بكلمة الانتظار. المصدر بكلمة الفعل.al fighting ال ال ماة هنا عندنا هذه لحقة لحقة ما هي لحقة المصدر بكلمة الانتظار سورة بمعنى مدة وسيلة لإضافة بكلمة سورة سي مدة الانتظار نكادر كم هي كم تكون كم مدة الانتظار بكلمة سورة سي نكادر أي شركة الخطوط الجوية هانجي هوا يولو شركتي هانجي هوا يولو شركتي عندنا هانجي أي وهواء تأتي بمعنى جو أو هواء عندنا كلمة يولو يول بمعنى ثلاثة حرف يول طريق يولو بمعنى طريق الهواء هنا بمعنى الخطوط الجوية تأتي بكلمة واحدة تأتي الخطوط الجوية وعندنا شركة بمعنى شركة شركتي هنا عندنا للإضافة هانجي هوا يولو شركتي اي شركة الخطوط الجوية فقط حقيبتي بغاجم قايبت بغاج تاتي بمعنى حقيبة بغاجم بمعنى حقيبتي هذي ربعي ما للملكية بغاجم حقيبتي بغاجم قايبت فقط حقيبتي قايبتي بمعنى فقدهو بزمان الماضي تي للماضي قايبتي فقده والمال لانا قايبتم انا فقدت حقيبة اين المخرج تكش نير دا تكش نير دا تك بمعنى اخرج وهذي ربعي شي بمعنى صيغة المصدر تجعل الكلمة مصدر تك اخرج تكش المخرج او الخروج تكش نير دا اين المخرج عندنا لقد ابطلت الرحلة بمعنى وطوش ابطال اديل دا وطوش ابطال اديل دا وطوش بمعنى الطيران او الرحلة هنا اتت بمعنى مجازي الرحلة وط بمعنى فعل الامر طر الامر بالطيران وط بمعنى طار وط يور يطير وطوش الطيران وطوش هنا اتت بمعنى الرحلة وطوش ابطال اديل دا لقد ابطلت الرحلة ابطال ات بالتا بمعنى ابطال ات بمعنى الغي فعل الامر ولكن قل لقد تا الى دا ابطال اتمى الالغاء وابطال اديل مك بمعنى ألغيت ولكن من طرف مجهول يعني ال هذه جعلت الفعل مبني للمجهول الفاعل غير معروف ابطال اديل دا دا بزمن الماضي ابطلت الرحلة وطوش ابطال اديل دا لقد ابطلت الرحلة متى الرحلة القادمة بي صورا كي وطوش ني زمان بي صورا كي وطوش ني زمان في المحادثات اليومية يستخدمون كلمة بير لا يمتقون الحرف الاخير يقولون بي صورا كي بمعنى القادم صورا بمعنى بعد كي تأتي معنى التي أو الذي التي بعد اي القادمة وطوش بمعنى طيران او رحلة قلنا بي صورا كي وطوش الرحلة القادمة ني زمان متى نقرأها بصنراكي أتوش نزمان متى ساعة الانطلاق هركة ساعة نزمان هركة ساعة نزمان هركة بمعنى التحرك أو الانطلاق ساعة الساعة ساعة ساعة التحرك تصبح للإضافة هذه هركة ساعة نزمان متى ساعة الانطلاق أنا مجبر على إلغاء رحلتي وتشمو إبطالة مك زرون ديم وتشم بمعنى رحلتي وتشقلنا طيران أو رحلة وتشم رحلتي وتشمو هنا هذي لاحقة المفعول به أو التحديد وتشمو إبطالة مك إبطالة مك كما قلنا الإلغاء زرون ديم أي أنا مضطر أو أنا مجبر وتشمو إبطالة مك زرون ديم أنا مجبر على إلغاء رحلتي عندنا الآن الجملة الأخيرة هل سيكون ضروريا أن أعمل الترانزيت أو أن أعمل نقل إلى طيارة أخرى أكتر ما يبمم جريك جيك مي أكتر ما يبمم جريك جيك مي أكتر ما بمعنى النقل أو التحويل أو ترانزيت يبمم لها معنين هنا استخدمت بصيغة المصدر يبمم بمعنى العمل يبمم بمعنى عملي أكتر ما يبمم عملي للنقل أن أعمل الترانزيت جريك جيك سيكون ضروريا جريك جيك مي هل سيكون ضروريا جريك يعني ضروري جريك جيك هذه سيغط المستقبل جريك جيك سيكون ضروريا جريك جيك مي هل سيكون ضروريا أكتر ما يبمم جريك جيك مي هل سيكون ضروريا أن أعمل الترانزيت طبعا هناك سيكون سؤال أستاذ هنا لماذا أتت يطمم بمعنى المصدر ولم تأتي بمعنى النفي لأنها أيضا تستخدم بمعنى النفي في نفي الزمن الواسع فلتقول يطمم يعني لا أعمل ولكن هذه تفهم من صياغ الجملة هي نفس الكلمة يطمم لا أعمل ويطمم عملي أو أنا أعمل فمن صياغ الجملة هنا أكتر من يطمم جريك جيك مي هل سيكون ضروريا أن أعمل هنا الفعل الأصلي هو جريك جيك مي فهذا يكون مصدر ويكون معنى العمل ولكن ليس هو الفعل الأصلي في الجملة ولكن لو كانت الجملة أكتر من يطمم فقط بمعنى لا أعمل ترانزيت أكتر من يطمم بمعنى لا أعمل ترانزيت أو لا أقبل بعمل ترانزيت نتمنى أن تكونوا قد حققتم الفائدة التي ترجونها من هذا الدرس شكرا لمتابعتكم أصدقائي إلى اللقاء مع درس آخر من تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب سلسلة الجمل المهمة والكلمات